ما هي مدينة المئة باب؟ مدينة الأقصر الأثرية في هذا العالم الواسع نشأت حضارات عظيمة تركت العديد من المعالم المهمة الدالة عليها وقد تكشفت هذه المعالم على مر الزمن ولعل مصر من الدول التي توجد فيها مجموعة كبيرة وكثيرة من المعالم والأثار ففيها متحف في الهواء الطلق يعد الأكبر في العالم وهذا المتحف هو مدينة الأقصر التي تعجم بمعالم أثرية عديدة خلفها المصريون القدماء على مر الزمن وفي هذا الفيديو سيتم التحدث عن هذه المدينة وتاريخها وأهم المعالم التي تميزها عن غيرها مدينة الأقصر الأثرية مدينة المئة باب مدينة المئة باب هي مدينة الأقصر الأثرية ومن أطلق عليها تسمية مدينة المئة باب هو هوميروس المؤرخ الإغريقي وذلك بسبب أبنية هذه الأبواب الكبيرة كان لمدينة الأقصر عدة أسماء على مر العصور ومن هذه الأسماء وايست وطيبة في العصر الروماني وكانت طيبة عاصمة لمصر الفرعونية كما سميت مدينة الشمس ومدينة الصولجان ومدينة النور أما اسمها الحالي الأقصر فقد أطلقه العرب عليها لكثرة القصور الأثرية فيها ويعود تاريخ تأسيس مدينة الأقصر إلى ما يقارب عام 2575 قبل الميلاد في فترة حكم الأسرة الرابعة في عهد أمن حتيب الأول حيث كانت الأقصر طيبة هي العاصمة حتى سنة 332 قبل الميلاد عندما أسقط الفرس الأسرة الحادية والثلاثون ولأهمية مدينة الأقصر فقد اخترت لتكون عاصمة للثقافة العربية سنة 2017 إذ تحتوي سدس الأفار الموجودة في العالم وتعد كذلك من المعالم السياحية المهمة في مصر والسياحة فيها جزء أساسي في اقتصادها إلا أن سكانها يعملون أيضا في الزراعة وخصوصا زراعة قصب السكر عدا عن عملهم في بعض الصناعات مثل الصناعات الخزفية وبعض الحرف والصناعات الفخارية والأثاث تقع مدينة الأقصر جنوب مصر وهي عاصمة محافظة الأقصر وتبعد عن عاصمة مصر القاهرة ما يقارب 670 كم جنوبا في حين تبعد 220 كم عن شمال أسوان و56 كم جنوب محافظة قنة كما تقع على بعد 280 كم تقريبا جنوب غرب مدينة الغردقة الأقصر منطقة حارة وجافة وهي أيضا من أكثر مدن ارتفاعا في درجات الحرارة إذ يصنف مناخها ضمن المناخ الصحراوي يمر نهر النيلي في مدينة الأقصر ويقسمها قسمين القسم الشرقي الذي يسمى مدينة الأحياء فكانت فيه كل مظاهر الحياة في الفترة الفرعونية من قصور وبيوت ومعابد دينية أما القسم الغربي فتظهر فيه معالم أخرى مثل المدافن والمعابد المخصصة للجنائز وقد سمي هذا القسم بمدينة الأموات المتحف الأقصر في سنة 1975 تم افتتاح متحف الأقصر على كورنيش النيل وقد تميز هذا المتحف بصغاره واحتوائه على عدد محدود من القطع الأثرية المميزة قدرت بمئة قطعة تقريبا ولعل أهم هذه القطع تلك التي وجدت في مقبرة توت عنخ أمون كما يوجد تمثال لتحتمس الثالث وقد اكتشف هذا التمثال سنة 1965 وتم عرض مجموعة من الصور جانب التمثال تبين كيفية اكتشافه وكيف كان متضررا بشكل كبير في سنة 2003 وبعد 38 سنة من إهمال هذا التمثال طلب الدكتور زاهي حواس ترميم هذا التمثال واهتم بنفسه بعمليات ترميمه حتى عاد إلى ما كان عليه سابقا المعالم الأثرية في الأقصر تحتوي الأقصر مجموعة كبيرة من الآثار المهمة منها معابد الكارنك تم البدء بتشييد معابد الكارنك في سنة 2134 قبل الميلاد تقريبا أي مع بداية حكم الأسرة الحادية عشر وقد وضع كل ملك لمسته في التغييرات التي أحدثها على مجموع المعابد مجمع المعابد فكان كل ملك يجتهد في تشييد معبده الخاص وتزيينه حتى يتميز عن غيره من من سبقوه من الملوك لذلك نرى تميز وجمال الحضارة المصرية القديمة في هذا المعبد من الناحية الهندسية والفنية وهنا يشدر الذكر أن أكثر المعالم الأثرية التي يقصدها السياح في القسم الشرقي هي معبد الكارنك من المعالم الأثرية أيضا في الأقصر هي معبد الأقصر منذ بداية حكم الفراعنة وحتى العصر الإسلامي كان معبد الأقصر مكانا للعبادة حيث بني لعبادة الإله آمون رع وزوجته موت وابنها خونسو في عهد الأسرتين الثامنة عشر والتاسعة عشر ويوجد فيه العديد من الأبنية المميزة كالتي بناها أمن حتيب الثالث وكذلك رمسيس الثاني فقد شيد رمسيس الثاني مدخل المعبد ووضعت امثالين كبيرين له أما المقصورة الثلاثية التي بنيت في عهد حتشبسوت الملكة الفرعونية فقد أعيد بناؤها في عهد رمسيس الثاني أما المسلتان التي تزينان المعبد من الخارج فتوجد إحداهما فقط عند زيارة المعبد والمسل الثاني الآن في فرنسا في ميدان الكونكورد وادي الملوك هو مجموعة من المقابر لملوك الدولة طبعا الدولة الحديثة وعائلتهم فقد كان الفرعين يخشون من اللصوص لذلك اتنحة مقابرهم في الصخور يحتوي وادي الملوك أكثر من ستين مقبرة إلا أن العدد الأكبر من هذه المقابر يوجد في القسم الشرقي وقد جذب القسم الجزء الشرقي السياع بشكل كبير أما القسم الغربي فلا توجد فيه سوى مقبرة الأولى لأمن حتب الثالث والثانية لآي تمثال ممنون من الآثار المهمة في الضفة الغربية للأقصر تمثال ممنون وهذان التمثالان هما الشاهدان الوحيدان البقيان من المعبد الجنائزي الذي بناه أمنحتي بالثالث ومكتوب على هذين التمثالين أسماء العديد من المؤرخين والحكام معبد الرامسيوم هو من المعابد الجنائزية للملك رامسيس الثاني وفي هذا المعبد مجموعة من النقوش التي تدل على معركة قادش مقابر شهيرة في الأقصر من المعالم الأخرى التي تتميز بها الأقصر مجموعة من المقابر منها مقبرة حورمحب مقبرة سيتي الأول مقبرة توت عنخ أمون مقبرة رامسيس الثالث مقبرة رامسيس السادس مقبرة تحتمس الثالث كتابات الرحالة عن الأقصر تحدث العديد من الرحالة عن الأقصر بعد أن زاروها واطلعوا على معالمها العظيمة والفريدة ومن هؤلاء الرحالة بريس دافين الذي سجل كيفية نقل مسلة الأقصر إلى فرنسا ومن الرحالة الذين تحدثوا عن الأقصر وقارنوها بما يوجد من معالم في بلادهم الرحالة أمبير فقد قارن بين طريق الكباش في الأقصر وممرات الشانزيليزي كما ذكر معبد الكارنك وقارناه بميدان لاتوال الفرنسي ومن الرحالة الذين أعجبوا بالأقصر ومعالمها وذكروها في كتاباتهم شامبليان والبريطاني ويلكنسون وكذلك الألماني لبسيوس ترجمة نانسي قنقر